موسيقى طالي بيت معناتها يزولوا تعليمهم في الجامعات التنسية في الجامعات الخاصة فما يجيوا العمل كمعينات منزلية ويخدموا في مقاهي في مطاعم في مركز للتدليق مثال معناتها وفما يجيوا معناتها يحبوا يهاجوا الأوروبا معناتها يجيوا خطر يعرق معناتها ماشي بالهم اللي يتونس سيهل الخروج منها للأوروبا للأسف من فما حتى معناتها معطيات دقيقة تخص الفئات هذه معناتها المهاجرين بسي فعل مشكلة المهاجرين فما ماشي حتى إحصائيات وطنية تشملهم معناتها الكل هم الأكثرية الجامعيات يتعاملوا معهم معناتها في تونس ممكن نجي قولك اللي طلبة ممكن فيهم بعض الأحصائيات لكن في تونس أما حسب ما نعرف اللي المهاجرين للكل حسبت معناتها بعض الأحصائيات يقدر عدتهم تلاث ألاف حقيقة العنف يوجه فيه بصفة يومية ومن طرف عديد الأطراف كيما عنا سلطات الأمنية خاصة خلال القيام بدورات المراقبة في ديارهم وإلا في وقت اللي وقفوهم على يعني تسألوهم على وثائق الإقامة ولا ترحيلهم خلال ترحيلهم وقت اللي في قبيلهم دخلوا لتونس بصفة غير قانونية العنف كذلك يتمثل في أنهم مناعتهم ببعض الوصامات كونهم حاملين لفيروس السيدة مثلا وقت اللي زاد يتقدموا بشكيات في مراكز الأمنية ما يقعش الأخذ بعين الاعتبار بشكيات هذه زاد فما اندسكيميناسيون غاسيسة في بعض المراكز الأمنية فما العنف الموصلت عليهم من طرف المؤجرين اللي يخدموا فيهم خاصة المعينات المنزيلية اللي يتعرضوا إلى انتهاكات جاسيمة في حقهم إذ يقع افتكيك للوثائق متاحهم خاصة للجواز السفر حد ما يوصلوا مع فما إهانات فما ضرب فما تهديد بالعنف فما عدم دفع الأجر فما الحرمان من الغذاء ومن النوم الحرمان من التنقل المواطنين العاديين زاد يعانفوا فيهم يضربوهم في الشارع يقولون لهم كلاب خائب لكل كلاب اللي نعرفوه اللي ينعتو بيه الذاوي البشر السمراء كيف كيف معناتها من أولاد بلادهم زاد يعانفوا من أولاد بلادهم خاصة في حالات الاقتجار بالبشر الأغلبية وضعيتهم غير قانونية حتى كانوا يأتيوا بصفة قانونية يدخلوا فيسع في الوضعية غير قانونية نظر لصعوبة الحوصول على وضع إقل إقامة في تونس حتى الطلبة يعني يعطيهم مهلة صغيرة بشي جي ورسموا فيه بشي نجموا بترسيم يخذوا الإقامة لكن بك الصعوبات في الحوصول على الإقامة يدخلوا في الوضعية غير قانونية وفي الكاهدة أعباد يكونوا طلبة يوليوا معاش طلبة يوليوا وضعية أخرى والوضعية هذية تخليهم مجبرين على دفع الخطايا وكيف هم مجبرين على دفع الخطايا معانتها بشي يطيحوا في الاستغلال للاكسploitation من طرف مؤجرين يعني بشي يخدم نبورتكوى يوصلوا حتى البروستيتيوش يوصلوا معانتها يخدموا بدون دي كوندشون بشي خلصوا لسلوتات تونسية في هكال الخطايا الأخي كان من المفروض أنها خاصة إذا كان فما رغبة في الرجوع التوعي علش لي يتفسخوا الخطايا هذين بشي يوكنهم من الرجوع خطر فما بارشا ملي قابلتهم يحبوا يرجعوا لأنهم إلونا ماغ معانتها من الوضعية هذي من الدسقيميناسيون واللغاسيزم اللي هما مزدمين منه بصراحة في تونس موسيقى هو من المفروض خاصة أن تونس بقعت على عديد المعاهدات الدولية وحتى في دستورة بتاع تنص على الالتزام باحترام حقوق الإنسان وطايا صحية هي حق من حقوق الإنسان مهما كانت وضعيته القانونية لكن المهاجرين بسيفة عامة والمهاجرات اللي قابلتهم لا يتمتعون باحترام حقوق الإنسان بسبب المراكز اللي توفر خدمات المهاجرين والمهاجرات لا يعرفوش اللي عندهم الحق الخوف من أنهم يتوقفوا ضد هذه يخليهم ممكن زاد المعاملات من طرف المرضى التونسين خطر برشام اللي قابلتهم قالوا لي إن كمشوا للمراكز الصحية يقاوموا معاملة سيئة من طرف المواطنين التونسين يقولوا لهم أنتم مجانين تزحموا فينا نحن حقنا هذه لم نصلنا بطريقة كيفية المهاجرين والمهاجرات ما يتعرضوا وهم جايين إلى تونس في طريقهم إلى تونس يتعرضوا إلى عديد الانتهيكات في الثمية من سلطة الأمنية يوخل تلتونس هناك حاجة إلى رعاية صحية ونفسية وزد الأعمال اللي يقوموا بيها اكسبلواتاتيون الخدمة الوقت متأخر إذا الكل ينتج عنده مجموعة في صحيات وليس يتمتعوا به يعني من المفروض أن ندعموهم صحيين ونفتحوهم الأبوين باش يتمتعوا بالتغطية الصحية حتى نحمي مهمة ونتجنبوا عديد التواجد الأمراض والفيروس في تونس موسيقى أول حاجة تونس يجب أن تلتزم بالتعامل 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 والتعامل كيف حقوق الإنسان؟ يعني أي جزء ما قلناكِ نعملوا تونس بلد لجوء ماذا بنا كان يكون قانون لجوء أما أولا بك حاجة أولية احترام المواثيق والمعاهدات التي صدقت عليه تونس وعندنا فى تعمل الكلمسي والتواجد كيف يكون كيف يكون تفعيلها بالحملات التحسيسية؟ نوصلوه للمواطن العادي